اشتركوا في القناة 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 واضب على قراءتها في كل ما يقوم من منامه في الليل صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة والارض ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك فكن عذاب النار ربنا انك ما تدخل النار فقد اخذيته وما للظالمين من انصار هذه الايات الكريمة من اول ليلة نزلت كان لها شان مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة ثم رفعوا في القناة اشتركوا في القناة وقد اشتركوا في القناة عنه صلى الله عليه وسلم عنه فتبعوا في القناة وقيل لها ادخل الجنة خالدين هذا شان اهل الذكر والفكر الذكر بالحضور والفكر الصافي مع العزيز الغفور فهما ركناني في هذه الشريعة بيّنت لنا القصص حولها والاحاديث والسنة حولها انها اصل في استقامة المؤمنين وفي صلاح شانهم وفي ضفرهم وسعادتهم انظر كيف الحال فيها كيف حال المؤمنين في هذه المسألة مسألة القيام مسألة الذكر مسألة الفكر ولما سئلت ام الدردة عن سيدنا ابي الدردة ما كان خير عبادة بالدردة قالت الفكر التفكر والاعتبار وهكذا جاء عن الصحابة جاء عن جماعة منهم فكر ساعة خير من عبادة ثمانين سنة في لفظ تفكر في خلق السموات والارض ساعة خير من عبادة ستين سنة يروى امثال هذا موقوفاً على الصحابة ومرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم فتتأمل أن الأمة قصرت في جانب الذكر واستغراجه لأحوالهم وأحوال الإنسان المختلفة المشار إليه بقول قياماً وقعداً وعلى جنوبهم يجب أن لا تخلوا عن ذكر الله ويجب أن يمتد إليها الذكر بقوة وبعمق حتى يبقى هذا الإنسان مذكوراً لدى الرب وبذكر الرب له يوقى ما يعترضه من تعويق من ظلمات من أكدار من وسواس من أنواع السوء وشر فإن المذكور من العلي الأكبر مدفوعاً الضر عنه وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء خيء في الأرض ولا في السماء وقد كان يقول سيدنا جعفر الصادق عليه رضوان الله إن الصواعق تصيب المؤمن وغيرها ولا تصيب الذاكرة لله فوقت حضور الذكر في القلب لا يمكن أن تنزل عليك الصواعق لا يمكن أن تصيبك الصواعق النازلة من السماء فأنواع الصواعق الحسية والمعنمية مدفوعة عن الذاكرين لله جل جلاله وتعالى في علاه أولو الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم وهذا الذكر الذي يستغرق الأحوال وينازل القلب ويباشره هو المقسود الذي به يضل العبد مع المعبود فيكون المعبود معه وهو القائل سبحانه فيما صح في الحديث أنا عند ظن عبدبي وأنا معه حين يذكرني وفي رواية وأنا معه ما ذكرني وتحركت بي شفتاه ذكرني وتحركت بي شفتاه يعني ذكرني بقلبه وبلسانه ذكرني وتحركت بي شفتاه هاي تحركت شفتاه بوصف الله بأسماء الله بتسبيح الله بتجديس الله بتهليل الله بتحميد الله جل جلال مع ذكره بالقلب استشعار حضوره وإطلاعه ويحطط به جل جلال وعظمته بما لا ينتهي إلى حاج ولا يوصف ولا يكيف ولا يبلغ الواصفون صفته ولو وصفه حملة العرش وأهل السماوات العلا ومن في الأرض بكل ما عندهم لا يبلغ الواصفون صفته هذا الله تعالى في علاه الذي يجب أن يكون دكره على هذا الأساس والمعنى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وإذا تذكرت ليلة من ليالي نبيك في هذه القصة بكى فيه وقائم وبكى وهو راكع وبكى وهو ساجد وبكى وهو جالس وكرر ذلك ثم تذر في عمرك فتجد عشرات الليالي بل الأشهر لم يحصل لك مثل هذا لما 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 لأنك آمن وعصف لأنك لا تحتاج إذا استعطاف هذا الحق أو لأنك جاهل بحقائق معاني الآيات رضيثة بما خطر على بالك من ظهري معناها ولم يتصل إلى شغاف قلبك لماذا لما كان منك ذلك لحجابك فلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها ولذا تجد مجتمع الصحابة ثم مجتمع الصالحين على مر القرون في مختلف بقاع الأرض كانوا على هذا الوصف ما لأ ذكر الله قلوبهم وأول ما يخطر على بالهم كم لعب قطاع الطديقة على العباد الله بصرف قلوبهم عن ذكر الرب وعن تعظيم الرب جل جلال وتعالى في علاه ونعود إلى ما سبق معنا من القصص الحق يقول الله المهم فلا تخافون مخافون يتخويف بغير الله الترجة في غير الله مد الأطماع في غير الله ورجاء غير الله والخوف من غير الله تبارك وتعالى سيوف تقطع حقائق الصدق مع الله تقطع حقائق الإيمان في قلب المؤمن لا يجوز أن يستهين بها فإن التربية على خوف غير الله تبارك وتعالى تلة وقطع لهذا المؤمن قال الله تعالى الذين يبلئون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ولا يخشون أحدا إلا الله نرجع إلى التذكر ما مر معنا في قصص الحق قال لهم الناس وإن ناس قد جمع لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إنما يذكروا الحق هذا ليكون صاحب كل زمان ومكان أمام ما يحاق ويدعر ويقال ويخوف به على هذا القدم على هذا المسألة لأنه لم يتغير في شان الخلق شيء من حيث أنهم تجاوزوا حدودهم لأن يملكوا في الأرض والسماوات شيء أو أن يكون لهم شرك فيها أو أن يخرجوا عن ما يقتنفهم من العجل والضعف مهما أوتوا أو أنهم تحت القهر والقدرة ما تغير في الخلق شيء كما لم يتغير في الخالق شيء في قدرته ويحاطته وقهره سبحانه وتعالى يجب أن يرسخ هذا في قلوب المؤمنين ومن سنة الله تعالى أن يسلط من الخلق بعضهم على بعضهم من كل يسلط على كل من خاف غيره من خافه فمن خاف من غير الله يسلط عليه وما تنزه عن خوفه بذاته وهنا يأتي دقة فالفهم لهذا أن الخوف من غير الله تبارك وتعالى إذا جاء بمعنى السببية وعاد إلى شهود أن الفعالة والله عاد إلى معنى من الخوف من الله ولكن ذلك له سمو وشرف يرتفع بالإنسان عن جبنه وعن هلعه وجزعه وعن اعتقاده الاستقلالية في أي شيء كان والمعنى الثاني من اعتقاد الاستقلالية ب أي كائن كامل الكائنات بأي شيء من أفعاله هذا هو الأمر المحذور والمرفوض في الشريعة المطهرة والخوف الذي استبعد فأما ما كان من باب السببية كمثل قول سيدنا قول الله عن سيدنا موسى فخرج منها خايفاً يترقب وقول سيدنا موسى لفرعون ففررت منكم لما خيفتكم فرجعاً لذا خوف تصريطهم من قبل الله تبارك وتعالى عليه لا لأجل توهم استقلالهم في الأمر ولهذا لما أمر أن يعود إليه ويكلمه وعاد إليه موجناً برب جل جلال وتعالى في علاء ولما خاطب فرعون قال ألم من ربك أفين أوليدنا ولبثت فينا من مملك السنين فعلت فهلتك فعلت أنت من الكافرين تقلم بكل صراحة بكل طمانينة بكل شكينة بكل قوة فعلت أيضاً وأنا من الضالين ففررت منكم لما خيفتكم فوهب لي ربي عقماً وجعلني من المرسليين وتلك نعمة تمنها علي أنت تتكلم بذلكلم تتبجح قدامي أنك قطرت بني إسرائيل قومنا وصحبنا اليوم تتكلم بهذا الكلام نعمة تتمنها علي ما تصحي عن نفسك هذا خذي من خذيك كل من ظلمك تتكلم به تتبجح قدامي وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل ويقول ما رب العالمين فرجع فكان هذا الجواب القوي الصريح من سيدنا موسى ويحكى الواقع وما كان ولكن قال من علي ربي واجعل المسلم أنت بكلامك هذا تتمنى علي بأنك كنت تقتلنا وليش تلك نعمة تتمنى علي انظر إلى هذه القوة فهو إذن لا يخاف إلا الله وخوفه من فرعون وخرج منه خوف من تصريط الله له إلى غير ذلك من المعاني الدقيقة التي تفرق بين من يعتقد الاستقلالية في شيء ويكسبه ذلك حلع والجزاء وخوف ورهبة واضطراب نفس وبين من يعتقد أن الأمر لله ثم يقوم بالسبب عبودية لله في طمانينة وفي سكينة من غير أن يحمله ذلك على الاضطراب ولا على أن يجاوز حدا أو يفتعل تقولا أو يتناول ما ليس له فتات هذه الضوابط وهذه الموازين وإنما يقوى وضوحها من خلال الذكر والفكر فإن صفاء الفكر مع قوة الذكر تتنزل بها أنوار اليقين ومع أنوار اليقين فإن المؤمن في وجهة الصدق لا تناله أسلحة أعداء الله تبارك وتعالى من الذين يحبون ملء النفوس بالخوف من عير الله ملء النفوس بالرجاء لعير الله تبارك وتعالى في علاه ثم من مسار الآيات نعرف أولي الألباب أنه لما ارتكز أمرهم على الذكر والفكر فقامت عندهم الاهتمامات فقامت عندهم هموم خوف المصير السيء الأكبر خوف دخول النار والرغبة الصادقة في مصاحبة الأبرار يمثلت علينا الآيات ما خلقت هذه بطن سبحانك فقنا عذاب النار فغياب خوف دخول النار من قبل المؤمنين ضعفا يجب تسلط عدوهم عليهم في جوانب حتى يعودوا إلى أن يكون الأخوف عليهم لا القنابل ولا الأسلحة الأخوف عليهم أن يتعرض حدهم لدخول النار وكانت الصالحة من زوجات المؤمنين تقول لزوجها إذا أراد أن يخرج لكسب لقمة العيش اتقلها فينا فإنه يمكن أن نصبر على الجوع ولكن لا يمكن أن نصبر على النار فلا تدخل بيتنا شبهة من مال نتسحق به دخول النار فتكون أنتسبا خوف دخول النار هذا الذي غاب من قلوب الكثير وعقول الكثير يجب أن يرجع فقنا عذاب النار وليقتدوا بالأعرف الذي بكى كثيرا في لياليه وأيامه ربطنا الله به وسار بنا في دربه وجعلنا من أهل قربه إنه أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين يا راغباء درر الكلام يا سالكاء سبول السلام يا عاشقان نهج الإمام المصطفى بدر التمام هذه قطوف من رياض المصطفى زين الزياد وشارفة وتقضرات بسانعين مرد